التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس الصيني شيين بينغ حيث أعرب الرئيس عن تطلعه للعمل المشترك خلال الفترة القادمة لارتقاء بالعلاقات بين الجانبين وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين حيث أشار الرئيس السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية كما أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر فضلا عن تشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر وخلال اللقاء أشاد الرئيس الصيني بدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط مؤكدا أن بلاده تعتز بشراكتها مع مصر في جميع المجالات وتتطلع لتوسيع وتنويع أطر التعاون المختلفة فضلا عن دعم مصر في مأسيرة التنمية الحالية بقيادة الرئيس السيسي كما ألتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في الرياض مع محمد شيع السوداني رئيس وزراء العراق وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي على التوابط الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي فضلا عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على كافة الأصعدة كما أشار رئيس السيسي إلى أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين من جانبه أكد السوداني تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر وأشار متحدث الرئاسة إلى أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة خاصة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأردن أعربت مصر عن قلقها البالغ مما تشهده الأراضي المحتلة من عمل عنف بواترة متزايدة تستهدف أبناء الشعب الفلسطينية وآخرها استشهاد ثلاثة فلسطينيين بمدينة جنين فجراء أمس وأوضحت مصر في بيانها أن العام الحالي شهد أكبر عدد من الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات عديدة حيث تجاوز مئتي شهيد وهو ما ينذر بمخاطر تدهور الأوضاع نحو المزيد من العنف وإراقة الدماء محذرة من التداعيات الخطيرة لاستمرار التصعيد الحالي على الجهود المبدولة لمحاولة إحياء عملية السلام هذا ودعت مصر المجتمع الدولي والدول الكبرى إلى تحمل مسؤوليتها نحو تهدئة الأوضاع وعدم التهاون مع تنامي خطاب التصعيد أو التشدد المؤدي إلى العنف وتشجيع الأطراف على تهيئة المناخ لكسر الجمود الحالي في عملية السلام أيد مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يمهد الطريق لوصول ميزانية الدفاع إلى مستوى قياسي يبلغ 858 مليار دولار العام المقبل بزيادة 45 مليار دولار عن الميزانية التي اقترحها الرئيس جو بايدن وأقر المجلس نسخة توفقية من قانون تفويد الدفاع الوطني وهو مشروع قانون سنوي يحدد سياسة وزارة الدفاع البنتاجون بأغلبية 350 صوتا مقابل 80 وهو ما يتجاوز بفرق كبير أغلبية الثلثين المطلوبة لتمرير مشروع القانون وإرساله من أجل التصويت عليه بمجلس الشيوخ وفي سياقنا متصل أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة 10 مليار دولار ويندرج هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأمريكية للعام 2023 التي يجب أن تحصل على موافقة مجلس الشيوخ وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ أن القرار سيعزز إلى حد كبير شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 16797 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 3637 ظهرت عليها أعراض بذلك ارتفعت حصيلة إصابة كورونا في الصين إلى 357652 حالة هذا ولم تسجل الصين أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لتظل الحصيلة الإجمالية ثابتة عند 5235 حالة يلتقي المنتخب الكرواتي مع نظيره البرازيلي اليوم على استاد المدينة التعليمية في الدور الربع النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2022 والمقامة بقطر وفي مواجهة أخرى من الدور ذاته يواجه المنتخب الهولندي الأرجنتين على استاد لوسيل وتأهل رقص التانجو لهذا الدور بعد تخطيهم استراليا بهدفين مقابل هدف فيما بلغت الطواحين الهولندية هذا الدور بعد الفوز على الولايات المتحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف نهاية موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل